حقا تلعبت دولي على مستوى المنتخب يعني كان لك شرف التمثيل منتخب مصر كانت فترة كبيرة برا كانت فترة كبيرة من 66 لل74 لل74 عن بعد 74 حصل لي خائف الرباط الصريع ده الاعتزال ده الاعتزال ده لا قبل اروح الاعتزال اه انا عايز دلوقتي مباراة اوغندا لما كانت مع منتخب مصر لما سافرت اوغندا والنكسة قامت وقتها حصلت النكسة كم رجعتوا ازاي وانتوا كنتوا برا مصر وعرفتوا الخبر ازاي احنا في اربعة بلز لعبنا الماتش يوم اربعة اه كان قابليها بسنة فرقة اوغندا دي كسبة مصر خمسة في خمسة في ملعبها كتير لما اوغندا تكسب مصر حتى سوز ناجي المستكاة والله رحمه ناجي المستكاة قالك المنتخب مصر الكمبل اه فروحنا وكان معنا رجل مجري كان ذاكي جدا فعشان شاف المباراة فقالك لا الفرقة دي لازم لعبنا اربعة سردباكات كابتن ميمي الشربيني وانا واحمد رفعت ومحمود بكر حمود بكر جاب الجول في المباراة اربعة سردباكات اه خايف من مباراة انا وكابتن احمد رفعت قدام وورانا كابتن ميمي الشربيني كقائد ومحمود بكر ان محمود بكر كان مميز بدربات الرأس كابتن شربيني بالتغطية انا واحمد رفعت بالقوة كننا اتنين ديفندر بس كانش لسا الديفندر دا تعمل اه فعملنا مباراة اللي جابت جوني كابتن محمود بكر وجبناها بادري في دقيقة ستة وكانت مباراة صعبة لان كنا بنلعب في بركة مية كسبتوا المباراة دي واحد كسبتنا واحد السفر وانتوا راجعين بقى وعرفتوا بالليل الثاني يوم الصبح سمعنا ان الحرب قابت في مصر فكانت طبعا مشكلة قعدنا يومين في غندا وبعدين بدأ اتصالات الكابتن محمد لطيف اه فقالوا طب تنزلوا بالليل هيفتحوا لكم بس المطار عشان الطائرة تنزل تنزل منتخب مصر وصلنا الخرطوم قعدنا في الخرطوم حوالي اربعة ايام وبعدين ركبنا من الخرطوم القطر عشان نوصل لمنابع وادي النيل وصلنا في حوالي كانوا حوالي 300 كيلو ما بين المشوار اللي هياخده القطر خده في 24 ساعة بيقف في محطات كتير قوي وطبعا خايفين يكون فيه حاجة طيارات ولا حاجة وصلنا وجينا فيه هبارة عن مراكب الأديبة بتاع الزمان دي بسموها صندر مركب في المطور في الوسط ومركب على يمينه ومركب على أشماله ولازقين في بعض لعدنا في البحر حوالي 3 ايام فاكروا ايه بتشربوا ايه بقى لا كان معنا الجبن ومعنا يعني كنا اخدين أكل معنا عشان كان الأكل الأفريقي اه وصلنا لأسوان ارتحنا لما وصلنا وجينا بقى في القطر من أسوان الكاهرة خدنا في الطريق حوالي 7 تيه بغاية ما رجعنا يعني من أغندا لمصخ خدتها في أسبوع في أسبوع لأنه مكانش فيه أخبار ولا فيه تليفونات والناس يعني قالوا لا دي الفرقة مش هتيجيه بتاع الحمد لله وصلنا في خلال أسبوع برضو من المحطات المهمة بطولة أفريقيا سنة 74 74 دي البطولة دي كانت بطولة ما تتنسيش لأن كان معنا كابتن جندي وكان مساعد معا مستر بابي لكن حظنا كويس إن كان فيه مستر كرامر ديتمار كرامر خبير العالمي كان بيدي دراسات للمدربين المصريين فكان هول بيمرنوا يعني دا كان ممنوع لكن كابتن حسن حلمي وحسين مذكور والناس دول بعلاقاتهم الودية خلوا الراجل يبقى مسؤول غير كتير مستر ديتمار كرامر في طريقة الأداء وباستمرار كان بيعمل متابعة للفرق اللي إنت متوقع تلعبها وهو كان عامل حسابه على حاجة مهمة جدا زقير هتلعب الكونغ برازافيل اللي هما دولتين منقسمين الكونغو برازافيل و الكونغو كنشاسة فاللقاءات أقوى هو مش عايز يلعب كنشاسة كان عايز يلعبها في النهائي وكانوا الاتنين في مجموعة اسكندرية وكان عايز ألعب برازافيل الأول فالراجل كان عامل حسابه على هذا الأساس تقوم الرازافيل تكسب بكنشاسة اسكندرية فأصبحت برازافيل هتلعب في اسكندرية وكنشاسة اللي هتجله قال الفرقة دي قوية جدا وكان عارفها وحالي للمباراة وكان مبدون يقعد معنا تحت كان بيقعد في المقصورة في الاستان تعارف المقصورة عشان تنزل من فوق عالية جدا عالية وتنزل من جوه وتنزلش من عند الجمهون الماتش كان 2-0 وصلنا 2-0 هالسانة وكان نفاكر كويس قوي كان هاني من اللعبة كويس قوي كابتن هاني منصطفا بيلعب على النضاي نمرة عشرة كان هداف هاني عليها عامل علي ماتش هايل منعو وصلنا 2-0 بعدين كابتن عرب وغريشة جات فرصة ضيعناها استسهلنا الماتش لأنه كان وسط الملعب مين طه باصري فاروق عفر حسن شحاد ثلاثة نجوم كبار نجوم مواهب من ناحية هجومية من ناحية الدفاعية مفيش التزام خلاص بقول لهم نخلينا زي ما احنا زي ما احنا زي ما احنا يا جماعة قال لك يا أنا ده خلاص الماتش خلص كانت لسه دقيقة خمسة زئير جابت فيه نجوم بقى 2-1 مستر كرامر عايز ينزل من فوق لتحت لأنه هيوصل إزاي لا فيه تليفون ولا فيه حاجة حاب ينزل من جوه الاستاد تلبيبان مقفلة فضل فوق ما نزلش ما نزلش دقيقة 13 كنا 3-2 اتعوّر محمد توفيق كان سرديباك هايل وبعدين اتعوّر محمد توفيق كان الرجل عامل حساباته لو محمد توفيق خرج أبو العز اللي يرجع من وسط الملعب يلعب سرديباك جنب حسن درويش لعب النادي الإسماعية لله الحمد أخو ميمي درويش عالت الدرويش وهاني يخليه مكان التغيير يتعمل داخلي هاني سابني ضاي وراح داخل لعب سرديباك ثلاثتاشر دياء سمك ونفرات الدني